بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال تعالى وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ أَعْزَاءَنَا وَرَحْمَةٌ مِنْ لَدُنْهُ وَبَرَكَاتٍ نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان في موسمه الثاني حيث نوضح بيان العلم وعلم البيان من خلال آيات القرآن عنوان حلقة اليوم هو الصمدية الشريفة فما هو الفرق بين الواحد والأحد ما هي الأحادية لماذا قل أحد الله هو الصمد ماذا يعني ترتيب كلمات الصمدية الشريفة ولماذا الصمدية الشريفة تعادل سلس القرآن الكريم كما قال صلى الله عليه وسلم الفقرة الأولى الفرق بين الواحد والأحد الواحد يحمل معه سنائيته فقال تعالى بسورة الزمر الآية رقم ستة خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها فآدم الواحد وليس الأحد جاءت منه حواء الواحد أيضا هو بداية العد التصاعدي فنقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة والواحد يتكون من أجزاء فالإنسان الواحد له يد له عين له أذن ويمكن التخلي عن بعض الأجزاء فقد نشاهد إنسان بدون يد إنسان بدون عين لكن حينما نقول الله واحد لا نقصد أنه قابل إلى التعددية أو أنه مكون من أجزاء فالله أيضا واحد لكن واحد من جميع الوجوه أي غني بالذات والصفات فقال تعالى وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاَحِدٌ بسورة البقرة الآي يمي وتتوستين وقال في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية التاسعة عشر أما الأحد الأحد يعني أنه متجانس بكل صفاته فالله سبحانه وتعالى ليس عنده عين ليرى بها وليس له أذن كوسيل للسمع الله سبحانه وتعالى أحد كله يرى كله يسمع كله حكمة متجانس بكل صفاته لذلك الأحد فقط الأحد وليس الواحد تصلح للنسب وليس للوصف سئل صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الدقيق قالوا له إنسب إنسب لنا ربك لم يقول صف لنا ربك لأن الصفات كثيرة بالأسماء الحسنى السميع البصير العليم الحكيم القادر هذه صفات حتى أن بعض هذه الصفات يمكن إطلاقها على الإنسان فمثلا السميع البصير لله يمكن أن نقول عن الإنسان أنه سميع بصير مثل ما قال تعالى بصورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا إذن هذه صفات أما النسب فالمقصود من السؤال خواص الإله التي لا يشاركه فيها أحد من المخلوقات على الإطلاق لذلك قالوا انسب لنا ربك فنزلت الصمدية الشريفة فالرد على هذا السؤال كان بالصمدية الشريفة لذلك بدايتها قل إن كلمة قل ضرورية تماما لا يمكن حسفها لأننا إذا قلنا الله أحد أصبحت جملة خبرية تعبر عن خبر لكن قل تنفي فكرة التعددية إطلاقا فجاءت الآية أو هذه الصورة لكي تعطي صفات النسب والتنزيه الخمسة لماذا نلاحظ فيها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وختم الصورة بشكلها الكامل نلاحظ كلمتي أحد بهذه الصورة قل هو الله أحد وآخر كلمة لم يكن له كفوا أحد فماذا تعني الأحد الأولى وماذا تعني الأحد الثانية خلال هذه الصورة الأحد الأولى تنفي أن الله سبحانه وتعالى مكون من أجزاء قل هو الله أحد أما الأحد في آخر كلمة من كلمات الصورة فهي تنفي وجود الشبيه لله لم يكن له كفوا أحد فوردت كلمة الأحد مرتين إذن هو أحد وصمد بذاته لا يتغير ولا يتبدل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لذلك احتفظ لذاته الكريمة بكل القوى في الكون لا قوة إلا بالله حسب ما ورد بصورة الكهف الآية التاسعة والثلاثين لذلك كان الله الأحد هو الحي الجبار قادر لا يعتريه عجز له الملك والملكوت والعزة والجبروت لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن يعلم السر وأخفى وأنه هو المبدئ والمعيد هكذا يجب أن نفهم كلمة الأحد لأن التعددية غير واردة على الإطلاق ماذا تعني الأحدية؟ الأحدية هي موطن الأحد وعليها حجاب العزة إذن هو أحد في موضع الأحدية ويفصله عن مخلوقاته حجاب العزة إذن هو ذاتي للذات لا يستطيع أحد أن يخترق حجاب العزة لكي يطلع على الأحد فلا يراه في الأحدية سواه الأحدية لها الغنى على الإطلاق لذلك قال تعالى وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا لم يقل واحداً حسب ما ورد بصورة الكهف الآية 110 كذلك ورد بصورة الجن الأي رقم 20 وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا لأن الشرك لا يتلاءم مع الأحد فورد الشرك مع كلمة الأحد مثل ما قلنا بصورة الكهف وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا لذلك الأحد له التنزيه المطلق والأحدية هي السبب في إيجاد هذا الوجود وبقائه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حسب ما ورد بصورة الأنبياء الآية 22 إذن ماذا تعني هذا الفرق بين الأحد وبين المخلوقات فعلا ماذا تعني سنائية الخلق وما هو تعريف الظلم حسب مفهوم الأحدية طبعا الظلم له تعريفات أخرى لكن الظلم حسب تعريف الأحدية كما وردت بصورة الصمدية الشريفة الله سبحانه وتعالى أحد باقي المخلوقات وكل الكون مخلوق على مبدأ السنائيات وسنائيات الضض هذه السنائيات الفناء فقال تعالى بصورة ياسين الآية 36 سبحان بمعنى تنزه عن هذا المعنى الذي سوف يرد سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون إذن خلق الأزواج في سورة الزخرف والذي خلق الأزواج كلها بسورة الزخرف الآية 3 وفي سورة الزاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين إذن كل شيء هالك إلا وجهه هنا الأحدية تعطي فكرة الله صمد أي السابت الذي لا يعتريه الموت أبدا إذن هناك ما يسمى الخط الأحمر بين الأحدية وبين كل هذه المخلوقات فنلاحظ ماذا يعني الظلم ضمن هذا المعنى أو مفهوم الأحدية الله سبحانه وتعالى هو الأحد إذا أنزلنا الله سبحانه وتعالى بصفاته إلى عالم السنائيات وعالم الفناء فهذا ظلم عظيم وليس ظلما عاديا لذلك الشرك لا يغفر لأنه ليس زنبا إنه ظلم عظيم حسب ما ورد على لسان لقمان الحكيم في الآية رقم 13 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله أي لا تنزل الله إلى عالم السنائيات وتفنيه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إذن لا يجوز إنزال الأحدية أو الله الأحد إلى عالم السنائيات ونضع له شركاء في الملك فهذا هو قانون الفناء نحن مخلوقون على مبدأ السنائيات لذلك كل شيء هالك إلا وجهه فهذا ظلم عظيم إنزال الخالق إلى عالم السنائيات وعالم الفناء أيضا هناك ظلم لكن ليس ظلما عظيما هو أيضا رفع إحدى المخلوقات لإعطائها صفة الأحدية أو الصمدية نلاحظ بالحوار بين صاحب الجنتين وصاحبه بصورة الكهف نلاحظ أن صاحب الجنتين لم يأتي على ذكر الإله لا من قريب ولا من بعيد فقط ودخل جنته وهو ظالم لنفسه كيف ظالم لنفسه؟ فقد قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا لم يذكر الخالق فقد قال أعطى صفة الصمدية لمخلوق فقد قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ماذا قيمه صاحبه؟ قال له صاحبه أكفرت بينما نلاحظ أنه لم يأتي إطلاقا على ذكر الإله عز وجل وفي نهاية الحوار قال له صاحبه ولا أشرك بربي أحدا إذن قيمه كافر ومشرك لماذا؟ فقط لأنه أعطى صفة الأحدية والصمدية إلى أحد المخلوقات من عالم السنائيات لذلك دائرة اليين يونغ المعروفة عند الفلسفة الصينية هي الأبيض والأسود وهي ما تسمى حاليا الأنسى الكامن في كل رجل والرجل الكامن في كل أنسى هذه هي قوانين الفناء إذن الصمدية الشريفة رأينا منها حتى الآن الأحد وسنأتي على ذكر الصمد وكيف تم ترتيب هذه الكلمات بشكل هندسي مزهل هذا ما سوف نراه بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله فإلى فاصلا قصير بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم من جديد بعد أن اطلعنا على معنى الأحدية وصلنا إلى الله الصمد ماذا يعني الله الصمد؟ لا يعني فقط أنه لا يتغير ولا يتبدل ولا يمر بمرحلة الشيخوخة حينما سئل صلى الله عليه وسلم ما معنى كلمة الصمد؟ أجاب بشكل علمي مزهل فقال الصمد الذي لا جوف له ماذا يعني لا جوف له؟ الله سبحانه وتعالى من الناقص لا نهاية إلى الزائد لا نهاية ولكل أطراف الكون يملأ الله كل الفراغ بالكون بنوره الشريف فقال تعالى نور على نور على نور على نور على نور أي بكسافة مئة في المئة فالله نور السماوات والأرض ليس هو بحد ذاته النور نوره يملأ كل السماوات والأرض ولم يترك أي مجال أو أي فراغ لإله آخر لكي يدخل لذلك نحن دوما نقول الله أكبر الله أكبر إذن هو متواجد بكل نقطة في هذا الكون من الزائد لا نهاية إلى الناقص لا نهاية بذات القوة وبذات الحكمة وبذات السيطرة أي بكل قدرته لا يحتاج إلى أحد سواه فهو الله الصمد وفي اللغة نقول الحجر الصماد فالحجر الصماد إذا لم يكن فيه أي فراغات أو أي مسامات نسميه الحجر الصمادي أو الحجر الصمد إذن الصمد يعني أن الله يعني يسيطر على كل الكون ولا مجال لأي إله آخر أو أي مخلوق آخر أن يدخل ضمن هذا الكون لماذا؟ إذا فرضنا جدلاً أنه يوجد إلهين يعني والله لم يكن صمد فنحن أمام أحد الاحتمالات الإله الآخر المخلوق مر عليه فترة زمنية لم يكن موجوداً وهذا لا ينطبق على صفات الإله لأنه خلق أو أن الله حاشا سيخلق إلها آخر لكي يساعده في بعض الأمور معنى ذلك أن أي من الإلهين سيعتمد على الإله الآخر وإذا كان إله عنده نقص في بعض الأمور ويحتاج إلى مساعدة إله آخر فهذا ليس إله لأن الإله هو لا يحتاج أحد هو صمد بذاته الاحتمال الثالث إذا كان هناك إله خلق إلها آخر فإذا خلق إلها آخر سوف يعطيه حيز من الفراغ إذن أصبح كل إله محدود في مسافة معينة وهذا لا ينطبق على صفات الإله إذن الله صمد لذلك قال لم يلد ولم يولد فنفى هذه الصفات لأنه إذا خلق ولم يلد حتى إذا خلق إلها آخر فسيعطيه حيزاً من ملكه وسيصبح إلهنا حاشاه محدوداً إلى فترة إلى مكان معين والإله الجديد الله حاشاه يحتاج له لكي يساعده أو يعطيه بعض المهام فمعنى ذلك أن إلهنا حاشاه غير قادر على أداء هذه المهام ليخلق إلها آخر إذن تنفي هذه الصورة الكريمة لم يلد ولم يولد لذلك قال ولم تكن له صاحبة بصورة الأنعام الآي 1001 لم يقل لم تكن له زوجة ولم يقل لم تكن له امرأة فلماذا نفى حتى كلمة الزوجة وكلمة الامرأة أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الزوجة والمرأة هناك علاقة جسمية لإنجاب الأولاد فإذا كانت العلاقة جسمية فقط تسمى امرأة وإذا كانت يوجد معها توافق فكري فهي زوجة فالله نفى أي علاقة جسمية مع أي مخلوق آخر أو أي زوجة فلم يذكر لا الامرأة ولا الزوجة لكي ينفي فكرة العلاقة الجسمية لإنتاج مخلوق ثالث هو الولد لذلك استخدم كلمة لم يكن له صاحبة فالصاحبة هي البعيدة عن العلاقة الجسمية حسب ما ورد بصورة الأنعام إذن الصمد لم يلد ولم يولد كونه صمد ولم يخلق مخلوقا أو إلها آخر لذلك لم يكن له كفوا أحد بيده كل مقاليد الكون لذلك هو وحده يملك كل الطاقة وكل القدرة في الوجود فالله أكبر والله أكبر لكي نؤكد أن الله صمد ولم يلد ولم يولد فالمسلم دائما في الأزان وفي الصلاة يردد ويؤكدها مرتين أن الله أكبر الله أكبر قال صلى الله عليه وسلم عن صورة الصمدية الشريفة مثل ما ورد في صحيح البخاري في فضائل القرآن عن أبي سعيد الخدري قال أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل سلسى القرآن سلسى القرآن بمفهومها ولكن والله أعلم بعض السادة العلماء يقولون من قرأها سلاس مرات كأنه قد ختم القرآن لكن والله أعلم والأصح أنها تعادل سلسى القرآن بمفهومها فهي تتحدث عن الأحدية تتحدث عن الصمدية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهي تتحدث عن جواب لسؤال محدد بدقة قالوا انسب لنا ربك أي نريد خواص الإله ولا نريد صفاته العامة فالقرآن الكريم غالبا يتحدث عن صفات الله عن السميع عن البصير زل جلال والإكرام يتحدث عن أسماء حسنة تعطي صفات لكن الصمدية الشريفة انفردت في هذه الخمسة عشر كلمة نلاحظ ترتيب كلماتها معجز إذا وضعنا مخططا ومكون من مجموعة مربعات في السطر الأول وضعنا سبع مربعات ونزلنا إلى الأسفل فوضعنا تسع مربعات ووضعنا كلمة قل هو الله أحد الله الصمد لم سبع مربعات حتى لفظة لم وبالأسفل قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يصبح لدينا ضلعين من المستطيل ثم نتابع إكمال المستطيل بالقاعدة السفلة ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنزلنا الضلع الأخير قلنا وصلنا إلى كلمة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحصل على مستطيل يعطينا بأي اسلوب مشينا به قراءة الصمدية الشريفة ويمكن أن نملأ كل الأعمدة وكل الأسطر للمستطيل وعندنا مئات الاحتمالات إلى قراءة داخل هذا المستطيل فيعطينا الصمدية الشريفة إذن الصمدية الشريفة هندسيا بتكوينها مزهلة فبالسطر الثاني مثلا قلنا قل هو يبدأ بكلمة هو إذا تابعنا السطر الله أحد الله صمد لم يلد نصل إلى كلمة يلد قل هو الله السطر الثالث يقف عند كلمة الله نتابع أحد الله صمد لم يلد ولم إذا تابعنا يولد ولم يكن له كفوا أحد إذن خمسة عشر كلمة تعطينا مستطيلا عجيبا سبع كلمات في كل سطر وتسع أعمدة تعطينا فكرة الصمدية الشريفة ونلاحظ أن كلمة هو تكرر بشكل مستقيم مائل الله 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 في المستقيم المائل الثالث أحد أحد أربع مرات في الخط المائل الرابع في الخط المائل الخامس الله 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 أيضا الصمد 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 لم 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 يلد 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 ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الخلاصة نلاحظ في الصمدية الشريفة إذا أخذنا أول كلمة وآخر كلمة من هذه الصمدية الشريفة نلاحظ قل أحد أي قل أحد وقلنا أنه لابد من وجود كلمة قل لأننا إذا حزفنا كلمة قل نحصل على جملة خبرية فقط تقول الله أحد لذلك هذا يعطي فكرة أننا نخبر عن أن الله أحد لكن إذا قلنا قل ننفي فكرة التعددية بشكل مطلق فالصمدية الشريفة مع أنها من قصار الصور لكنها فعلا هي الوحيدة من بين حتى صور القرآن الطويلة لوحدها تعادل سلس القرآن لذلك ركزوا على قراءة الصمدية الشريفة أو المطلوب فهم فكرة الصمدية الشريفة وهذا التكوين الهندسي المزهل للصمدية الشريفة إذن في الصمدية الله أحد وليس واحد فقط وهو يعطينا فكرة عن مكان الأحدية وحجاب العزة حيث لا يراه أحد في الأحدية سواه ثم قال قل أحد في أول وآخر الصمدية ورأينا أن سنائية الخلق من أجل قانون الفناء وقال صلى الله عليه وسلم أن الصمدية عادل سلس القرآن نختم ونقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبيرا حسب ما ورد بصورة الإسراء الآية 111 وكبره تكبيرا أي ينطبق على كلمة الله أكبر وصلى الله وسلم على أشرف مخلوقاته وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة